مساء الخير على كل مشاهدي قناة الناد الاهلي فولا بنشكر الزميل العزيز الكابتن عبداليحن حسن ولقاء الجميل مع كابتن عن كرة القدم وعن حواراته عن كرة القدم مع كابتن الحمدى مرزوقة نبدأ النهاردة بشكل جديد وشكل مختلف يوم الخميس هنطلع عشان نحجي حاجات الاسبوع كلها بمعنى ان احنا يكون عندنا حصاد الاسبوع كله لكل فرق في الناد الاهلي زكاة فرق ناشئين او فرق شباب او فرق كبيرة العب فردية والعب جماعية وهنشوف الاسبوع ده اصفر عن ايه في الاخ وان شاء الله هنطور كل اسبوع وهتلاقى عندنا شكل مختلف ان شاء الله بيزنالك كل ده عشان خاطر جماهير الناد الاهلي تكون متابعة كل الاحداث الرياضية الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبدأ زي ما هنقول الاسبوع حصل في ايه هنقول الاسبوع اللي بعدها هيكون ايه يحصل في ايه بمعنى ان احنا هنشوف كل الاحداث الرياضية من اتجاهين النتائج خسارة ومكسب وفي نفس الوقت نقول الأسبوع الجديد ممكن نشجع ونروح للاقي فرق النادي الأهلي فين هنبدأ النهاردة مع الألعاب الفردية في النادي الأهلي وحصاد الأسبوع في النادي الأهلي هنبدأ بالسكواش والنشئين والنشئات في النادي الأهلي في طولة الدور العام للنشئين والنشئات الأهلي بيكسب المعادي 6-0 وبيكسب بيتعادل عفوة مع سبورتينج 5-5 وبيكسب نادي هليوبلس عشرة صفر ده بالنسبة لي فريق السكواش في النادي الاهلي نروح لنتائج التنس طولة في النادي الاهلي سيدات الاهلي في بطولة الدوري العام الدور التاني الاهلي بيفوز على جزيرة الورد تلاتة صفر اللي بعديه بنروح لي حاجات اخرى ونشوف الالعاب الجماعية ايه الحصات بتاعها معانا في الاسبوع ده في كرة السلة رجال كاس مصر الاهلي بيفوز على اصحاب الجياد خمسة وتمانين تلاتة وستين ما شاء الله ودوري السوبر الاهلي بيفوز على القناة واحد وسبعين سبعة وخمسين احنا عارفين ان دوري السوبر دوري مهم جدا بالنسبة لنا دوري قوي بيرتبوا الفرق بيسنافوا ستاشر فريق وبياخدوا اول تمن فرق يبتدي يلعبوا دوري رايح جاي او دورتين مجمعتين في دوري البسكت هنروح لكرة السلة سيدات وخصارة النادي الاهلي في دوري السوبر من هليوبلس اتنين وسبعين ستة وستين كانت خصارة مفاجأة بالنسبة لنا كلنا لكن النادي الاهلي قدر يعوض سريعا ويكسب برضو في دوري السوبر سيد خمسة وتسعين سبعة واربعين اعتقد ان ماتش خصارة مع هليوبلس مش هيفرق كتير لان سيدات الاهلي في البسكت ما شاء الله عليهم فريق قوي فريق عارف هو عايز ايه لكن مش خصارة ماتش يعني مشكلة كبيرة لكن ان شاء الله يعوضوا في المرحلة اللي جاية هنروح لكرة الطائرة رجال والاهلي يفوز على بني سويف 3-0 النادي الاهلي بيفوز على نادي بني سويف 3-0 في الدوري الممتاز هنروح لكرة الطائرة سيدات نشوف عمله ايه في الاسبوع ده بيفوز الاهلي على سبورتينج 3-0 دوري الطائرة 3-0 لنادي الاهلي نروح لاخر منافسات عندنا اعتقلت فريق كرة اليد وفرق كرة الادة بنادي الاهلي سيدات دوري العمومي الاهلي بيفوز على الشمس منافس بتاعه 29-22 وراكة قوية جدا بين الاهلي والشمس بس بنات الاهلي قدروا يحسنوا الموقف ديه في بطولة الجمهورية نشآت 2006 الاهلي بيفوز على 6 اكتوبر 47-35 بذكور كبير جدا بطولة الجمهورية نشآت 2002 الاهلي بيفوز بفرق خمس اهداف عن 6 اكتوبر 28-23 اما الجمهورية نشآت مواريد 2000 الاهلي بيفوز على الظهور 34-28 اعتقد بكده خلصت نتيجنا الاسبوع ده وان شاء الله الاسبوع اللي جاي والتركه في حصاد الاسبوع وفي نفس الوقت بنقدم الاسبوع الجديد عشان اللي عايزي تتابع كل فرق النادي في اي مكان هنقول له تروح فين وتيجي منين دلوقتي نبدأ في اخبارنا اللي معانا النهاردة الاخبار معانا اربع اخبار بيتكلموا على بدايتنا مع سيدات طائرة الاهل بيستعد الموجد الشمس بكرة ان شاء الله في نهاية الدور الاول الاهلي خلص استعداده بكرة المباراة تقام على ملاعب نادي الشمس والاهلي عنده 29 نقطة والشمس عنده 26 نقطة مباراة مهمة لان فريق الشمس فريق قوي وفريق عنيد بس سيدات الاهلي ان شاء الله يكونوا في المعاد ويقدروا يحاول فوز بالمباراة بإذن الله بيمرن فريق الشمس حاجة مهمة جدا كابتن تهاني تسون كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر رابقا وطبعا المدير الفني بتاعنا كابتن حمدي الصافي هو اللي ماسك الفريق هنسيب الطائرة ونطلع على دوري السوبر والاهلي يهزم القناة بنتيجة 71-57 دوري السوبر لعبنا نادي اي طلع الاول في دوري المرتبط بلعب مع رقم 16 في دوري المرتبط وهو نادي القناة يبتدي يقسموا نفسهم 8 فرق ويطلعوا للدور اللي بعدين المباراة اتلعبت في صالة الامير عبدالله الفيصل الاهلي يواجه بارتيزيان السربي نادي بارتيزيان السربي لكرة المية نادي احنا عملنا اتفاقية في توقامة حاصلة بين النادي الاهلي وسربيا عن نادي بارتيزيان عشان نتبادل استقافات كانت حاجة مهمة جدا 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 المباراة بتقام النهار ده على ارض النادي الاهلي يعني في الوقت اللي هم نتكلم فيه وهيحضرها سفير السربيا في مصر وبعد ما يخلصوا ببراب اذن الله في لقاء اخوي يجمعهم على عشاء الفرقتين مع ادارة النشاط الرياضي وادارة النادي في النادي الاهلي هنروح لاخر خبر معنا النهار ده وافتتاح صالة جديدة لاعضاء التنس طولة اعضاء التنس طولة النادي الاهلي عمل صالة صغيرة لاعضاء النادي في التنس طولة عشان يلعبوا في الجزيرة هنشوف النادي الاهلي عمل ايه او ادارة النادي عملت ايه للعضاء عشان يلعبوا تنس طولة هنروح للتقرير عن التنس طولة ونستقبل ضيوفنا اللي موجودين معنا النهار ده كابتن ياسر داود رئيس جهاز العاب القوة بالنادي الاهلي والكباتن عشان نتكلم على مارسون زايد شكرا للمشاهدة